الخبر الأول لي عادنا عن أنس الشايب واعتذاراً من راشد أنه اعترافه أنه هو اللي خسر بالمباراة وراشد اللي فاز تقول أنه ما يفتهم بالملاكمة وبالحقيقة من الملاكمة هو اللي خسر حطوكم الاستوريات شوفوها ولكن كما تشوفوها ردي لكل حالين يعتذر من عندي لما نزلت لكم هذا الفيديو قلت لكم بي أنه أنا ملاكم صال لخمس سنين وبطل عراق وبطل بغداد وقلت لكم أنه أنس الشايب هو ضرب أكثر من راشد ولكن كان ضرباته غلط وهذا الشي اللي خسره بالمباراة وصرح الملاكمة يا حبايب شوية معاقدة وشوية قوانين مالاتها شوية معاقدة عاكو رحطكم الاستوريات ما لتشوفوها حبا أنا حبايب أنا طلعت استوري عشان أحكي لكم أن أنا بعد ذراع كل شي أنا عملته بتلاتين الشهار في الوقت البطولة أنا كنت كثير مع الصيب وغلطت بلجنة التحكيم وقلت أنه الفوز ها ضغوش لأنه أنا حبايب ما بفن بقواني البوكسنج وهم برأيهم أنه راشد فاز وأنا براين أنا فوزت وأنا بعتذر عن كل شي طلع مني بتلاتين الشهار بحب أحكي لكم حبابي كمان شكرا للفرصة الحلوة العطانية هتام خان وراشد حصاء على البطول اللي دخلون فيها وتحييت لكل الإفنت شكرا لكم ما قصرته وأنا بعتذر منكم في سؤال يطرح نفتح حاليا بما أنه أنا سعترف أنه هو الخسار هلا هيتزل للسوشيال ميديا أو لا لا أدري حبايب كتبنا بي كومنتات شو رأيكم بهذا الموضوع ننتقل حاليا ليا رامار وفضيحتها وردها على هذه الفضيحة فانتشرت هذه الصورة اللي كان بيها تعليق أنه يعملوا مثل ما بيعملوا بلغوا مشان بيعرفوا أنه الدنيا دوارة واللي هي قاعدة تحرض متابعيها على قمر مار من الروحون يبلغون على مقاطعها فيارا ما نزلت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات هي صارت تقول بها أنه الفوتوشوبات اللي قاعدة تصير هي عبارة عن كذب مو أكثر ويحاولوا نسوي المشاكل بين وبين قمر مار اللي وما أشخاص أنه قاعدت ما بينهم مشاكل وليتقصد قمر حطوكم الستوريات فيارا العالم اللي عم تروح تكتب رسائل على قروبات وتعمل فوتوشوب وعساس سيارا اللي كاتبها هي الرسالة ومدرشوا حاج والدنا وزغرنا وخباء وتعملوا فتنة بين وبين عالم تانية ما في بيناتنا شيء أبدا تكتبنا يا حباب بالكومنتات شو رأيكم براد يارا انتخل حاليا القمر مار ووصول حسابه بالتيك توك للمليون وخمسمائة ألف متابع في إن شاء الله ألف مبروك أقبال 10 مليون يا رب وطبع اللي تسلسون يا حبايب أنه تباركوها بالكومنتات على هذا الإنجاز ننتخل حاليا اليارا مار وباريش دادا والفولو اللي سوى البعض بحساباتهم بالإنستجرام وهذا يعني الواضح أنه يحبون يشتغلون يا بعض وصورون مقاطعوية بعض في أيام الجاية يطمنا كواهم المتابعين صار يتجمون عليهم ويتهمون يا را أنه هي خاينة النورمان راح تنضمت الخصمة كتبون يا حباب بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر نختم آخر شيء بكارولين وهل هي انصابت بالكورونا فكارولين نزلت على حسب بينا الإنستجرام شو تستوريات وبهذه الإستوريات شان تكاتبي بيها؟ اليوم عندي فحص كورونا شو معناتها؟ فالله يشفيها يا رب إن شاء الله ما يكون بها أي شيء ولا تسألتني حباب أن تدعوها إن شاء الله ما يكون بها شيء وبسطورة هنا وصلت المأخطات من بقصة أعجبكم تحبطوا للاك شتركوا بالقناة جانيكم فيدي الزين من القناة مملكة الخصص وبس مع السلامة